موسيقى 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 هي الحرب الروسية الأوكرانية أو حرب روسية بالأحرى على أوكرانيا هي إحدى الإرهاصات لهذه التغيرات الجارية على المستوى العالمي والتي تبشر بدخول العالم إلى مرحلة جديدة موسومة بالتقلبات الكبرى أو دخول هذه السفينة العالم إلى منطقة هوجاء إذا كنا في البحر أو منطقة التقلبات العاصفية وكنا نتمنى في الاتحاد المغاربي الذي تم إرساء قواعده الأساسية في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي أن نكون قد دخلنا هذه المرحلة أو السفينة المغاربة قد دخلت إلى هذه منطقة العواصف العالمية الآن وهي موحدة وهي على قلب رجل واحد لأن ذلك كان سيخفف من العواقب وآثار هذه العواصف العالمية عواصف سياسية يعني تبشر بانهيار نظام عالمي وانبثاق نظام عالمي جديد وطبعا انهيار النظام وانبثاق نظام آخر يعني حروبا أكثر في ظل الأزمات في ظل الأوبئة في ظل التقلبات حتى المناخية وانعكسات التغيرات المناخية سيؤدي إلى هجرات وهجرة بسبب التغيرات المناخية هناك تنافس دولي على الساحة الإفريقية طبعا والمنطقة المغربية جزء منها سيؤدي إلى احتدام هذه الصراعات كما أن هناك أهدافا من وراء التنافس حول إفريقيا لزعزعة استقرار هذه المنطقة بصفة عامل إفريقية وضمنها أيضا المنطقة المغاربية خدمة للأهداف القوى الكبرى التي تتنازع على السيطرة على العالم وبالتالي إضعاف طرف للطرف الآخر إضعاف الروسية للطرف الغربي أو العكس الصيني للطرف الغربي أو الطرف الغربي لهذه الطرفين يقتضي إضعافه في كل نقاط النزاع في العالم ونحن ضمن هذه المنطقة في منطقة حساسة ما بين الأوروبا وما بين إفريقيا ما بين دول الساحل وما بين الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة الحساسة نحن سنكون ساحة لاقتتال هذه الدول وبالتالي لا يجب أن نستبعد أي شيء أن نستعمل كأسلحة لتسعير هذه الحروب العالمية وعدم استقرار وبالتالي اليوم الخيار الذي تختاره الجزائر أو النظام في الجزائر بالاستمرار في هذا الصراع يضعف الموقف المغاربي بصفة عامة دون أن نتحدث عن بقية الانعكاسات لهذه الحرب فيكفي هذا الإعكاس الخطير أننا سندخل منطقة التقلبات الكبرى العالمية ونحن ضعفاء ونحن متفرقون ونحن نعرف أن نوضع الحال الآن يعني تقريبا منطقة المغربية كلها شتتت ليبيا لم تعد فيها دولة مستقرة يعني شيبه دولتين داخل دولة تونس دخلت أيضا في منطقة الإفلاس الاقتصادي بعد هذا التراجع الديمقراطي والقهقرة الديمقراطية لجزائر لم تتعافى من العشرية السوداء ومن الحراك أيضا يعني هناك حباز قابل للانفجار في أي لحظة فبالتالي الصراع بين أكبر قوتين مغاربيتين والمغرب والجزائر بسبب تعنت النظام الجزائري سيجعل هذه المنطقة أقل من حتى في مواضع الشتت كما يقال على المستوى الجيوبوليتيكي اشتركوا في القناة